الموضوع محتاج مجهود اتقان بحث غير طبيعي يعني ايجي هنا عند عامل مهم جدا هو عامل البحث عشان اعمل اي رواية في الدنيا عشان تطلع اي مشوار في الدنيا ان شاء الله اسكندرية حتى او اي مشوار في سينا او كده بنعمل ايه بنبص على جي بي اس بتاعنا بنحط بنزين بنتأكد معنا اكل بنتأكد بنجودش العربية بنشوف زيت العربية والسخنية بناخد النضار الشمس بناخد الهدوم بتاعتنا محدش بيطلع كده مرة واحدة بدون اي خطط احنا برضو في الكتابة لازم نطلع واحنا بنكتب لازم نكون عارفين احنا رحين فين اول محطة في الموضوع هي محطة البحث بيجي لي فكرة كده لزيزة عن اي حاجة مثلا زي مثلا من روايتي ارض الاله فانا اقوم افكر اروح للمكتبة علشان اجيب كتب في المصر القديمة وافهم الموضوع فابتدي الاقي مثلا موسوعة الاستاذ سليم حاسم مثلا في مصر القديمة ونبتدي ناخد رحلة من الكتب انا راجل معرفش بقى حاجة في هذا المجال فانا عايز اعرف فاشتري بمية وتمانين الف دولار كتب عشان انا نفس استمتع وابحث وبعدين اغرق في البحث او اعرفوا ان اكتر فخ بيقع فيه البني ادم هو الغرق في البحث اصل البحث لزيز عامل كده زي التين البرجومي السائع في ليلة حر يعني او في نهار حر اللي هو بنشرب بعديه مايا ساعة جدا لو انتم عارفين يعني الموضوع ده لازم نفكر فيه بمنطق ليه لانه البحث لازم يبقى ليه هو طبعا كل ما بنبحث اكتر بناجد حاجات اكتر ولكن ما ينفعش ننغمس بشكل مش طبيعي وإلا كان زماننا بنفضل نحلي بس مسلا يعني نمسك الحلويات نوعنا ناكل تورتات تورتات بس او تشيز كيكس بس فده معناه ان احنا بنغرز في حاجة مش خديم فنبن منها حاجة زي الرمال المتحركة اللي بيبحث للرواية عشان يقدر يكتب رواية او سيناريو فيلمة حتى لازم يبحث بقدر يعني لازم يوصل للمرحلة الزمنية ويفهمها كويس كويس جدا كمان ولازم يوصل للمرحلة انه يفهم بعض الحاجات اللي خاصة بالاحداث السياسية اللي حصلت وسعر اللحمة والدهب يعني مثلا لو بيكلم في تاريخ يعني مثلا الف سمائة ساعتاشر بالنسبة لي كرويتي اللي بنعملها حاليا دلوقتي فيلم فبسأل على سعر الدهب السينمات اللي موجودة ايه اللحمة بجام فيها عربيات ولا لأ في مش عارف ايه ولا لأ اختراعات بشكل عام بفهم بعد كده لازم ابتدي اكتب على طول وريسرش لفزي ميفضل ماشي جانبي طول الوقت ما ينفعش ان انا افضل اغرز فيه وفيه ناس بقى بتوصل لمرحلة ان انا لن اكتب هذير وايا الا لما اعرف نعل الجزمة الجلد بتاعت البطل الايطالي جاية من قاني بلد في ايطاليا عشان اقدر ابقى ملم جدا جدا بتفاصيل البطل وده انا بعتبره نوع من انواع تضيع الوقت الرهيب واللي انغماس في البحث اسمعوا دي بقى كويس اقول انها مهمة قوي هي نوع من انواع الهروب خليباكوا الكتابة بتحمل صفاتين مرعبة لبعض الناس ومملة للبعض الاخر لان انا هقعد خمس ساعات ست ساعات متواصل قاعدة اكتب فاكيد يعني احنا كمان بالناجن بتاع الفيسبوك اللي موجود حوالينا والانستجرام وكام لايك وبعدين فيه كده جات رسالة ايه ده فيه لايكين زيادة طب لا اللي نشوف كده لا تكون البت حطت اللايك لا لكون الود حطيلي اللايك اللي انا منتظرها طب شاف الستوري الستوري بقى لها 24 ساعة فاضل 3 دقايق طب ما شافهاش ليه طب افرز ابص بعدين ارجع للكتابة ده كلام فاضي طبعا تماما لان اللي عايز يكتب مصيح رقم واحد لازم يقفل السوشال ميديا بتاعته الساعات عدد الساعة دي جربتوا ان انتوا تقفلوا السوشال ميديا يوم في الاسبوع ولا يكون نققوا كده يوم رزل اللي هو مثلا يوم التدين اللي هو اليوم اللي بنكرهه كلنا او يوم مثلا لحد بداية الاسبوع وتقفلين السوشال ميديا مثلا وتجربوا تشوفوا قد دي بركة الوقت هتلاقوا فتحت معاكم بشكل مش طبيعي انا قافل يا جماعة الفيسبوك بتاعي بقالي 3 سنين ومستمتع جدا وبقى لاقي وقت اقرى وبقى لاقي وقت ادور واللي انا عايز يقوله لانه حقيقي نرجع تاني للريسورش عشان نتكلم صح الريسورش بيبقى وسيلة مخبأ كده لذيذ لاي حد عايز يكتب ان هو انا في حالة بحث فما تكلمونيش لو سمعتوا انا في حالة بحث لان انا لسه معرفتش الموضة بتاعت الشعر الموجودة في سنة 1903 كانت اسمها ايه فانا مش هكتب قبل ما يحصل هذا الموضوع لا اكتب وسيب اماكن ويعلمها بالهايلايت الاصفر ويقول لانا هبحط اسم المركة هنا دلوقتي وكمل عادي جدا الرواية ما بتاخدش مرة ده كتابة وبعدين بتتنشر هي بتفضل روح بيقرأ ويرجع تاني وهنا يعرف ده في اللينكات الجاية ولكن اقصد ارجوكم اهربوا من المنطقة بتاعة الابحث الزائدة عن الحد لان البحث من غير السبب اللي اتأدب ولازم نفضل ماشيين نبحث وإحنا بنكتب البحث وسيلة هروب ممكن تكون خايف تكتب وممكن تكون عطلان انت مش عاف تكتب ايه وبتكتب وبتزهق واعرفوا ان الاكل دايما ليه علاقة بالكتابة في منطقة البامية يعني انا عارف اللي انا بقوله ده محتاج تفسير دايما البامية بتتاكل بيتها صح يعني ان نسيبها وتاني يوم نبتدنا كلها بتبقى راحت كده للتلاجة وراجعت السخانة التاني فبتبقى ليها طعم تاني مع شوية لامون رقي جرينا وانا بكلمكو دلوقتي يوم بس الكتاب عامل كتاب برضو احنا بنكتب النهاردة انا اللي بكتبه النهاردة تاني يعني وانا بكتبه النهاردة بحس ان هو سخيف سلي ممل اتكتب مئة مرة انا لازم ابطل كتابة النهاردة على فكرة خلاص يعني اعتزل وحط داع على الصفحة بتاعتي وبعدين تاني يوم لما اقرأ لانا بكتبه بجد ان لانا كتبته لا ريز نويل ممكن اكمل وكويس فاعرفوا انه في ميكانيزم جوه الانسان بيلفظ الكتابة وبيجنح لان هي لذيذة وطعمة وبعدين بتعطلني وتوفرلي الحجة ان انا مروحش اكتب